الوحدة إلى روبا نشاط الظهيرة من القناة الثانية وهذه أبرز العلم عمر هلال أمام اللجنة الرابعة والعشرين التابع للأمم المتحدة بنيويورك يقول الجزائر ترف الرئيسي في النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية وعليها أن تقر بإخفاق مشروعها الانفصالي في الصحراء المغربية قمة البحر الميت تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات إلى الغزيين وعنطوني بلينكين يتوجه على عجل إلى الدوحة بعد رد حماس على المقترح الأمريكي بالشأن الهدنة مليون ونصف المليون حاج قادموا إلى العربية السعودية لأداء مناسك الحاج روبرتاج الظهيرة في مكة المكرمة يرسد الأجواء بين الحجاج المغاربة وضيف الظهيرة من الرباط يندم إلينا سفير خادم الحرمين الشريفين بالمغرب الدكتور سامي بن عبدالله الصالح قضية رد عفاس استئنافية فاس أصدرت الأحكام في الساعات الأولى من الصباح اليوم في حق المتابعين في الملف وأسامة أفقير من أمام المحكمة يفصل في هذه الأحكام بعد قليل أهلا بكم إلى تفاصيل نشرة الظهيرة في مداخلة له خلال الجلسة العادية لللجنة الرابعة والعشرين التابعة للأمم المتحدة بنيويورك أكد الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة السفير عمر هلال بنيويورك أكد أن على الجزائر ويترف الرئيس في النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية أن تقر بالإخفاق الذريع لمشروعها الانفصالي في الصحراء المغربية ويضيف هلال الجزائر اليوم أمام خيارين إما الانخراط ضمن مقاربة سلمية تحترم مبدأ حسن الجوار وتسوية السلمية للنزاعات أو التمادي في الإخفاق الذريع في مشروعها الانفصالي والبقية معك مريم تارقة خلال الجلسة العادية للجنة الأربعة والعشرين التابعة للأمم المتحدة دعا سفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال الجزائر إلى استخلاص العبر من الفشل المرير لمشروعها الانفصالي في الصحراء المغربية وكذا عمر هلال أن الجزائر أمام خيار الانخراط ضمن مقاربة سلمية تحترم مبدأ حسن الجوار والتسوية السلمية للنزاعات أو التمادي في الإخفاق الذريع وباهد الثمن لأجندة البوليساريو بملايير الدولارات وعلى حساب رفاه الشعب الجزائري وشدد السفير الممثل الدائم للمملكة أنه كان بالأحرى على الجار الجزائر أن تقر بثلاث حقائق ثابثة وهي أن الصحراء كانت على الدوام مغربية وستظل كذلك وأن المبادرة المغربية للحكمة الداتي تعد الحل الوحيد والأوحد لهذا النزاع في إطار سيادة المملكة ووحدتها الترابية كما أن المغرب سيواصل بكل عزيمة استراتيجية تنمية أقاليمه الجنوبية التي في طور أن تصبح قطبا إقليميا وقاريا وأعرب السفير ممثل ودائم للمغرب بالأمم المتحدة عن أسفه لكون هذه القضية تحولت إلى نزاع إقليمي ثنائي بعد أن تورطت الجزائر في انتهاكات المادة السادسة من القرار 15-14 بسعيها لمعاكسة الحقوق المشروعة للمغرب في صحرائه والمساس بسيادته ووحدة الترابية من خلال تشكيل جماعة البوليساريو الانفصالية المسلحة وإيوائها وتسليحها وتمويلها والمغرب كان حاضرا في قمة البحري الميت بالأردن انتهت ببيان ختمي دعا إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة وإدخال المساعدات إلى الغزيين على نطاق واسع واسع تفاصيل البيانة الختامية وكلمة المغرب في القمة معك طارق غاني موقف راصخ وثابت للمغرب من عدالة القضية الفلسطينية التأكيد جاء على لسان رئيس الحكومة عزيز خنوش الذي مثل جلالة الملك محمد السادس خلال قمة الاستجابة الإنسانية في غزة التي عقدت في الأردن رئيس الحكومة جدد دعم المملكة المغربية لكل مبادرات وقف إطلاق النار في القطاع وتيسير دخول المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين إن المملكة المغربية بقيادة صاحب جلالة الملك محمد السادس نصر الله تجديد دعمها لكل المبادرات والمقتراحة الهادفة إلى وقف إطلاق النار دائم في غزة وإدخال المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين المغرب يؤكد على ضرورة تيسير دخول المساعدات الإنسانية وأن لا تكون رهينة حسابات سياسية وصراعات رئيس الحكومة شدد أيضا على أهمية تمكين المنظمات الإنسانية في غزة من أدوارها التي تطلع بها دون قيود إن المساعدات الموجهة لإنقاذ الأرواح وإغاثة المستضعفين يجب أن لا تكون بأي شكل من الأشكال رهينة للسياسات والصراعات وفي هذا الصدد تؤكد المملكة على ضرورة تمكين الوكالات الأممية العاملة في المجال الإنساني وخاصة من الدمات الأنواة من القيام بالمهام المنوطة بها بدون عوائق قادة ورؤساء حكومة أكثر من 75 دولة إلى جانب أكثر من 30 منظمة إنسانية شاركوا في مؤتمر البحر الميت مؤتمر دعا في بيانه الختمي إلى تيسير دخول المساعدات الإنسانية وإرساء ووقف فوري ودائم لإطلاق النار إلى جانب الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن وجميع المدنيين المحتجزين وصولا إلى تكثيف الجهود الدبلوماسية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وإطلاق مصار ذي مصداقية لا رجعة فيه لتنفيذ حل الدولتين وإلى الدوحة توجه على عجل اليوم وزير الخارجي الأمريكي أنتوني بلينكن بعد أن قدمت حماس ردا على الخطة التي وضعها الرئيس الأمريكي جو بايدن في الحادي والثلاثين من ماي الماضية لوقف إطلاق النار في القطاع حماس في ردها قدمت تعديلات بما في ذلك الجدول الزمني لوقف إطلاق النار والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال الإسرائيلي من غزة وتدعو خطة بايدن إلى انسحاب إسرائيلي من المراكز السكانية الكبرى ووقف إطلاق النار لمدة ستة أسابيع ستمدد بعد ذلك في أفق التفاوض على اتفاق دائم لإطلاق النار في القطاع ونبقى في منطقة الشرق الأوسط دائما في الكويت إلى أزيد من أربعين قتيلا ارتفع عدد ضحايا حريق المنقف والمنقف حي سكني يقع جنوب العاصمة الكويت حيث أتت النيران على مبنى سكني ما أسفر عن سقوط ثلاثة وأربعين قتيلا فيما أصيب نحو خمسين آخرين بحروق خطرة وفق معلومات مرشحة للارتفاع أكدتها منابر صحفية عربية في وقت تحدثت فيه مصادر رسمية بالكويت عن سقوط خمسة وثلاثين قتيلا جراء هذا الحريق عبر المنافذ الدولية الرياض تؤكد قدوم أكثر من مليون ونصف المليون حاج من خارج العربية السعودية والحجاج المغاربة عددهم يصل إلى أزيد من أربعة وثلاثين ألف مغربي ومغربية سيؤدون فريدة الحج هذا العام مفدى القناة الثانية بين الحجاج المغاربة بمكة المكرمة يرصد الأشواء يوسف ويشو محمد شحيمة هنا بحي المسفلة بشارع الهجرة القريب من الحرم تتواجد أحد مقرات إقامة البعثة المغربية للحجاجة تتبعنا جانبا من برنامجهم الليل بعد صلاة كل عشاء حيث الموعد القارة مع جلسات الفقهة التي تؤطرها البعثات العلمية المرافقة كل يوم نديرون دروس في المنطق ويوميا أعطنا دروس أزديدة على حساب الطروية إن شاء الله يمتغلون يمشون من هذا الخميس ويجبنا نكونوا في المستوى لدينا برنامج مكثف يومي يعني يشمل جميع الحجاج المغاربة في جميع الفناطق وبطبيعة الحال نحن نتنور فيه جميع الدروس كل هكذا تدخل طبيعة الحال في إطار الفقه الماليكي دي الحج ما نخرجوش على هذا الإطار ما نخرجوش على التوابط المغربية ونحاولو أننا نفقوهم بجميع المواضيع التي تخصهم جانب آخر من الخدمات المقدمة والتي يستفيد منها ضيوف الرحمن بأماكن إقامتهم التطبيب والعلاج والاستشارة حيث يصل عددهم إلى أكثر من ألفية حاج وحاجة على مستوى هذا المركز نحاول أن نكون متبعين صحة ديالهم خصوص الناس الذين لديهم أمراض مزمينة وكذلك كان الناس الذين يأتي ويتبدأ لهم الجو ويبقوا لهم مشاكل في الهضم ولا مشاكل على حسب هكذا الإنسلاخات الجلدية فإحنا إن شاء الله معهم نحاول أن نفر لهم لعلاجات المناسبة أجواء من الارتياح تسود إذن جميع مكونات الحجاجة بعدما هوئت كل الظروف حتى يتمكنوا من القيام بمناسكهم على أفضل وجه نحن أدرون أن نمشون إن شاء الله الميناء ندوزوا النسك اللي بقى لنا نتمنى أن الله يدوز كل شيء بخير وعلى خير ونقل بيئة المغربية كل شيء عندها زوين أكل جيد صحة أطير الموشيدين الحمد لله داو خدمتهم طافوا بنا ودوا بنا المناسك كامل الحمد لله وإن شاء الله كنت لنا وأيام طاوية لغا تكون إن شاء الله حسن ويسل عدد حجاج المغاربة أربعة وثلاثين ألفا إثنان وعشرون ألفا منهم توطرهم وزارة الأوقاف وشؤون الإسلامية إلى جانب سبعمائة وثمانية وثلاثين إطارا يمثلون الأطقوم الصحية والعلماء والإداريين يسهرون هنا على راحة البعثة المغربية هنا بالديار المقدسة ومن رباط ينضم إلينا السفير خادم الحرمين الشريفين بالمملكة المغربية الدكتور سامي بن عبدالله الصالح أهلا بكم سعادة السفير العربية السعودية بالمغرب إذن أرياض تحدثت عن قدوم أزيد من مليون ونصف المليون حاج إلى العربية السعودية عبر المنافذ الدولية طبعا عملية الحج تخضع لترتيبات تصهر عليها أرياض من أجل تأمين الحج وانسيابية أداء الحجاج لمناسك هذه الفريدة دعني هنا أقف عند مبادرة طريق مكة والتي ينخرط فيها المغرب للعام الثاني تواليا ما هي طبيعة هذه المبادرة وما هي الغاية من طريق مكة أهلا وسهلا سيدة العزيزة وأهلا بالمشاهدين بلا شك مبادرة طريق مكة هي أحد مبادرات رؤية المملكة العشرين ثلاثين في المقدمة لغيوب الرحمن هذه المبادرة نفذت في المغرب الآن للعام الثالث على التوالي بدأنا في العام الثاني وعشرين كانت استفادة منها حوالي ثلاث آلاف والعام الذي يليه حوالي 11 ألف وهذا العام نسعى إلى وصول أزيد من 11 ألف عندنا الرحلة الأخيرة اليوم مبادرة طريق مكة ترتكز على تسهيل وراحة الضيوف الرحمن من الحجاج المغاربة بدءا من رحلة خروجهم من الأراضي المغربية من خلال مطار محمد الخامس في الدار البيضة حتى وصولهم إلى مقر سكنهم سواء في المكة أو في المدينة من خلال جهود عدة جهات حكومية تتعلق بضمان أولا دخولهم بأمتعتهم ترميز الأمتعة وتوجيهها مباشرة إلى الفنادق المخصصة المقيمين فيها في المملكة العربية السعودية ومن ثم انتقالهم إلى الصالة المخصصة بأخذ الخصائص الحيوية وختم جوازاتهم وإنهاء إجراءة جوازاتهم وكذلك اطلاع على الشهادات الصحية ومن ثم يتم دخولهم إلى الصالة الأخيرة التي تعتبر صالة داخلية ومن ينتقلون إلى الطائرة وبالتالي تكون رحلة وصولهم إلى المملكة كأنهم في رحلة داخلية من لحظة وصولهم إلى المطار المخصص ينزلون بأمان ويصعدون إلى الحافلات المخصصة ومن ثم يتوجهون إلى مقر سكنهم وهذه من المبادرات التي لمسنا فيها نجاح كبير جدا وتم تطبيقها في سبع دول إسلامية ومن ضمنها المملكة المغربية الشقيقة إذن بالإنصات إلى مسار طريق مكة يبدو وضيحا وجليا أن الغاية هو ضمان إنسيابية وصول الحجاج لأدائيهاته الفريدة أرياض وزارة الهج تحديدا تحدثت قبيل موسم الحج عن حماية بعض الحجاج في العالم العربي والإسلامي من محاولات النصب التي قد يقعون في شباكها عبر منصات التواصل الاجتماعي كيف تواجه العربية السعودية هذه المحاولات للنصب على بعض الحجاج عبر منصات التواصل الاجتماعية عبر عروض وهمية في الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية تابعت هذه العملية من بدء موسم الحج ومن خلال منصات التواصل سواء التواصل الاجتماعي أو من خلال الوسائل الإلكترونية وتتبعها والقبض على القائمين عليها وتقديمهم العدالة وكذلك عملية التنسيق مهم جدا بين الدول الإسلامية في متابعة مثل هذه الحملات المشبوهة التي تسعى إلى استفادة من فرصة موسم الحج لتغرير بالحجاج القادمين عبر تقديم عروض وهمية أو تقديم دخول وهمية للمملكة عبر تأشيرات أخرى غير تأشيرة الحجمة تأشيرة الزيارة أو تأشيرة التأشيرات الأخرى المختلفة إذن سؤال أخير معالي سفير خادم الحرمين الشريفين بالمملكة المغربية دكتور سامي بن عبدالله الصالح بماذا يتميز حج هذا العام ونحن على مشارف انطلاقة هذه الفريدة لهذا العام هذا العام يتميز كل عام يتم تطبيق خطط جديدة هذا العام يتميز تطبيق التقنيات الحديثة في موسم الحج من ضمنها عملية المتابعة الأمنية هو الرقابة الأمنية سواء على مستوى حماية الحجيج في التدافع في قضية تحريك أو تفويج المعتمرين عبر فترات زمنية ومثلما مراقبتهم عبر الطائرات المسيرة من الجو كذلك أمس كان تجربة للتاكسي الطائر في منطقة المشاعر التي استفادها من تقليل الحركة خصوصا أكثر الحجيج الكبار السن والغير قادرين على الحركة بسهولة عندنا كذلك استخدام التقنيات في تحديد أماكن التجمعات والابتعاد عنها من خلال تطبيقات التواصل الاجتماعي وتحديد أوقات الذروة وأوقات الانخفاض كذلك الآن عندنا الموسم والصيف ودرجة الحرارة المرتفعة في التالي هناك تواصل مع كثير من البعثات الحج بتخفيف تحرك في فترات الظهيرة حتى لا يكون هناك مثلا ضربات شمس أو لا قدر الله أو يكون في إعياء لبعض الحالات خصوصا كبار السن والمرضى شكرا لكم الدكتور سامي بن عبدالله الصالح سفير المملكة العربية السعودية بالرباط كنت معنا مباشرة من الرباط بمناسبة عيد الأضحى يشرع اليوم صندوق الإداع والتدبير بشكل مسبق في صرف المعاشات والمعاشات الشهرية تحديدا لتقاعد وإرادات صناديق التضامن والإعانات المتعلقة بدورة فاتح يوليوز عيد الأضحى يصادف يوم الاثنين القادم في المغرب والعرض من الأضاحية يفوق الطلبة وفق وزير الفلحة محمد الصديقي يؤكد أنه تم ترقيم أزيد من خمسة ملايين وثمانمائة ألف رأس طبعا عيد الأضحى يرفع من أسهم الإقبال على الفحم وروبرتاج الظاهرة من أسواق الظهر البيضاء حركية تجارية واضحة تؤكد ارتفاعا في الطلب مقابل زيادة في حدود درهمين للكيلو جرام الواحد من الفحم مقارنة مع الصنة الماضية طارق غانم إلى سوق الفحم بالجملة تأتي هذه السيدة فالفحم أو الفخر عنصر أساسي في تحضير أضحية العيد أحاديث الزبناء والتجار عن الأثمان أسواق تنتعش بارتفاع في الطلب واستقرار لسبي في الأسعار خمسة كيلو تعال ليمون تأمان بحل أقول شي 140 وثمان زوين تأمان مزيان مزيان سبعة درهم مزيان مزيان والله يسخر الجامع أخذي تأتي بسبعة درهم ديال ليمون والله أخر كيدي سساة درهم الليمون أبرز أنواع الفحم له الحسة الكبرى من الإقبال نظير جودته وبينما ينفي بعض التجار الزيادة في الأسعار آخرون أكدوا زيادة بحوالي درهمين في الكيلوغرام الواحد من طرف المزودين بالنسبة لنوع الكروش وهو ما قلص هوامش الربحي لديهم الحارة كرام بزيانة الناس يتقدون الفخر وأنواع الفخر وما الكروش والليمون وما اللي يتحركوا دابا والأكترية الليمون واللي يتحرك بزاف كي يأخذوه الناس مواطني كيتشكوا دابا أنه كينة وحد زيادة ديالجوغرام لا ما كناش نهائي هنا السوق ما كناش هدي عمين والسوق بقى راصي في تمان دياله ما تزاد مواله زيادة كينة من الغابة ديالها وإنحنا ما زدناش تجارة الفحم تجارة موسمية تنتعيش في عيد الأضحى يتنفس بها المهنيون الصعداء ويختارها الزبناء أساسا في تحضير الأضحية في خمسة أشهر من العام الجاري المغرب استقبل نحو ستة ملايين سائحة بزيادة تصل إلى أكثر من سبعمائة وسبعين ألف سائح مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية والمعطى كشفت عنه هنا وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامنية واللحظة نعبر إلى الشق الثاني من الظاهرة وتتابعون بعد قليل تشغيل الأطفال الأرقام تؤكد انخفاضا في المغرب تقرير الظاهرة يسند إلى المطيات الصادرة عن المنذوب يسامي للتحطيط وفتاح مومن يتوقف عند الشق القانوني للظاهرة في يومها العالمي اليوم العالمي لمحاربة تشغيل الأطفال وفي الظاهرة أصود الأطلس يسحقون كونغو برازافيل بسداسية نظيفة المنتخب الوطني يتصدر المجموعة بالعلامة الكاملة في الطريق إلى مونتيال سنة الفين وست وعشرين مكانهم الطبيعي فصول التحصيل العلمي والدراسي نتحدث هنا عن الأطفال لكن باب الانقطاع عن الدراسة يفتح في الغالب في وجهه التشغيل والظاهرة تتراجع في المغرب هذا ما كشفت عنه أرقام المندوبية السامية للتخطيط عدد الأطفال المشتغلين يواصل للانخفاض خلال سنة الفين وثلاث وعشرين تراجع بنسبة تفوق الثلاثة عشر في المئة مقارنة مع سنة الفين واثنتين وعشرين تراجع بأزيد من خمسة وخمسين في المئة مقارنة مع عام الفين وسبعة عشر أمينة الشومي مع التفاصيل مقاعد الدرس هي المكان الطبيعي للأطفال غير أنه عوض الدهاب إلى القاعات الدراسية أو التكوين يجد آلاف الأطفال والقاصرين أنفسهم باكرا في سوق العمل وفي كثير من الأحيان يزاولون مهاما لا تتناسب وقدراتهم البدنية الإدراكية والنفسية المعطيات الأخيرة للمندوبية السامية للتخطيط التي ترسم صورة القاصرين في العام الفين وثلاثة وعشرين تفيد بأن مئة وعشرة آلاف طفل بين سبع وأقل من سبع عشرة السنة هم أطفال عاملون ما يمثل واحد فاصل أربعة في المئة من مجموع أطفال هذه الفئة العمرية تمانية وتمانون ألف طفل منهم يعيشون في الوسط القروية بينما يبلغ الرقم في الوسط الحضري اثنين وعشرين ألفا تسعة وستون ألف طفل تتراوح عمارهم ما بين خمسة عشرة وسبع عشرة سنة يزاولون أعملا خطيرة وهو ما يمثل تلاتة وستين فاصل تلاتة في المئة من الأطفال العاملين ومن بين مجالات عمل الأطفال التي لا زالت تعرف انتشارا كبيرا في المجتمع نجد العمل في البيوت الجمعيات المناصرة لحقوق الطفل تتحدث عن وجود أزيد من خمسين ألف خادمة بيوت أي بنسبة تفوق الستين في المئة الثاني عشر من يونيو من كل عام يوم يتم الاحتفال به سنويا لتحفيز الحركة العالمية المتزايدة في مجال مكافحة تشغيل الأطفال والتوعية بأهمية محاربة هذه الظاهرة المملكة أحرزت تقدما كبيرا في مجال محاربة تشغيل الأطفال تعكسه الأرقام الآخدة في الانخفاض فيما يخص هذه الظاهرة في السنوات الأخيرة فعدد الأطفال المشتغلين تقلس بأكثر من خمس وخمسين بالمئة مقارنة بسنة ألفين وسبعة عشر لن نقف عند هذه الأرقام لن نفصل في هذه الأرقام إنما سنتوقف في كلمة القانون عند الشق القانوني في ظاهرة مجرمة أصلا تعتبر جريمة بكل تأكيد هي ظاهرة تشغيل الأطفال كلمة القانون يعدها ويقدمها كل أربع هل لنا أن نتحدث عن استغلال للطفولة عندما يتعلق الأمر بتشغيل الأطفال لأن المكان الطبيعي والأصلح لطفل أو طفلة هو المدرسة وفصول تحصيل العلم نعم سنة أغم المجهودة الكبيرة ليس فقط في المغرب ولكنها الصعيدة العالمية ما زنها سنة 2023 مئة وستين مليون طفل ما زال يشتغلوا في القطاعات وقدمها بطل المستوى في العالم في المغرب الأرقام نخفضت شكل واضح نخفضت من نسبة مهمة ولكن الأساس هو أنه ما زال كي يستغلال أطفال خصوصا في السينية بين 15 و 17 سنة لأنه ما زال تنشوفوا البنية الجسدية تعتبرهم كبار ولكنهم في عرف القانون هم ما زالوا قاسرين وبالتالي يكون هناك استغلال لملكاتهم الجسدية والنفسية أهلا بكم إذن تعرف ظاهر تشغيل الأطفال أو ما يعرفه بعمالة الأطفال بأن ممارسة الأعمال التي تضر بنموهم العقل والجسم وتحرمهم من طفولتهم الطبيعية أو تمس بكرمتهم وإمكانتهم وتحرمهم من حقوقهم إلى حدود سنة 2023 بلغ عدد الأطفال الذين يشتغلون بالعالم مئة وستين مليون طفل أشكال تشغيل الأطفال وفق لمنظمة اليونيسيف ومنظمة العمل الدولية فهي العمل ضمن ظروف خطيرة هناك الخدمات المنزلية حيث يعد الأطفال الذين يعملون في الأعمال المنزلية الفئة الأكثر ضعفا واستغلالا من قبل آخرين هناك تشغيل أطفال الشوارع يعدون هذا الشكل من أكثر أشكال عمالة الأطفال وضوحا وانتشارا ويشمل على العديد من الأعمال والأنشطة كالتنميع الأحدية وبيع المواد الغدائية والسلع الاستهلاكية وتنظيف زجاج السيارات هناك كذلك تشغيل الأطفال في الاقتصاد الغير رسمي كالتجار بالأطفال لازالت ظاهر التجار بالأطفال عن طريق بيعهم وشرائهم سائدة إلى يومنا هذا ويتم التجار بهم لعدة أسباب من استغلالهم للعمل في المصانع أو مواقع البناء أو المتاجر الصغيرة أو الخدمات المنزلية أو التسول هناك كذلك عمل الأطفال في الأنشطة الغير المشروعة ويقصدوا بالأنشطة الغير المشروعة الجرائم المختلفة أي نشاط غير قانوني يتعلق بالأطفال كإنتاج المخدرات والتجار بها مما يعرضهم للعنف الذي يسبب لهم أدا نفسيا وجسديا إذن هناك استغلال بشكل أو بآخر للطفولة للمكان الطبيعي هو فصول المدرسة ماذا يقول القانون في ظاهرة استغلال الأطفال لأنها جريمة القانون المغربي كان لا يعتبر تشغيل أطفال جرما ولكن مؤخرا صدر قانون يعتبر أنه هناك إما الغرامة المالية ولكن إذا تم مرة أخرى تشغيل الأطفال بالنسبة للوحدات الصناعية نعرف أن أغلب الوحدات الصناعية الصغيرة والمتوسطة هي من تشغيل الأطفال ويمكن أن تصل العقوبة إلى عقوبة حدثية تصلوا لستة أشهر أستاذ أهلات الخادمات الطفلات القاسرات لا يمكن أن نشاهدوا هذا دليل لو كان هناك مجهود قانوني وكان كذلك دولك لعبه المجتمع المدني إذن في الوقت الذي يسير وعشرة الألاف من الأطفال لإنهاء موسم الدراسي بنجاح يقضي ألاف الأطفال كذلك يومهم في أعمال شاقة داخل وحدات صناعية صغيرة ومتوسطة مستغلين هفوات قانونية إما فيما يتعلق بالعقوبة القانونية ضد مشغيل الأطفال فعقوبة على العموم تبقى مخففة بالمقارنة مع الأضرار الصحية والنفسية حيث أن المادة 143 من مدونة الشغل تنص على أن تشغيل حادث دون السنة الخامسة عشرة ينتهي بالمشغل إلى دفع غرامة مالية ويمكن أن تصير العقوبة سجنا نافدا من 3 إلى 6 أشهر إذا تكرر الأمر مع غرامة مضاعفة مما يبيح لمستغل الأطفال الاستمرار في عمليم غير قانوني ما يستلزم ضرورة تفعيل المزيد من القوانين الصارمة لضبط هذه الظاهرة والحد منها لذلك يقترح المجتمع المدني المهتم بقضايا حقوق الأطفال إلى خلق مشاريع وتعاونيات في المناطق القاروية لمساعدة الأسر المعوزة التي تختار إرسال أطفال القاسر إلى المدن بحثا عن عمل يعيني به أسرهم هناك شق قانوني توقفت عنده عبد الفتاح مومن لكن هناك ضرر يلحق بالطفل كتشغله ما تديش للمدرسة كلنا نعرف أن هناك ضرر جسدية أطفال مدينة في طريق النمو هناك ضرر نفسي هناك استغلال كذلك جنسي خصوصا للقاسرات في أماكن العمل وبالتالي فكما قلت في البداية المكان للأطفال هو المدرسة بكل تأكيد فتشغيل الأطفال يعتبر من أخطر أشكال انتهاك حقوق الإنسان والطفولة ويسبب آثار سلبية على صحة الأطفال وتعليمهم ونموهم النفسي والاجتماعي يمكن تلخيص خطورة تشغيل الأطفال في النقاط الثالي أولا الضرر الجسدية يتعرض الأطفال للعمل في ظروف خطيرة قد تؤدي إلى إصابات بسبب الحوادث أو الإرهاق الجسدي المفرد ثانيا الضرر النفسي يعاني الأطفال الأطفال الذين يشتغلون من أعمال تفوق سنهم وتفوق قدرتهم وتقلص من فرص التعليم والنمو النفسي السالم هناك ثالثا الاستغلال حيث يتم استغلال أطفال من خلال تشغيل في أعمال تجارية أو صناعية دون توفير حقوقهم الأساسية وبأجور متدنية جدا رابعا هناك فقدان حلاوة سن الطفولة حيث يفقد الأطفال الفرصة لاستمتاع بطفولتهم والاستفادة من فترة نموه بشكل صحيح وكذلك هناك تأثير على مصارى التعليم وهذا هو الأخطر حيث يؤدي تشغيل أطفال إلى تقديم التعليم الأساسي وبناء مستقبلهم الاقتصادي على الذهاب إلى المرضى هذه فقط بعد الجوانب المهمة التي تبدأ سناء مدى خطورة هذا الفعل حقيقة المغرب قد قطع أشواطا مهمة في هذا المجال ولكن هناك كذلك بعض الأفعال التي لازلت تقع فيه خصوصا في المقاولات الصغيرة جدا هناك استغرأطفال مثلا في أعمال البناء وهذا يشكل خطرا نفسيا وجسديا على نموهم الطبيعي شكرا لك عبدالفتاح مومن وإلى الأربع المقبل قبل ذلك عيد مبارك سايد لنا ولك ونجميع المشاهدين إن شاء الله خلال ساعات الأولى من صباح اليوم أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف في بفاس أصدرت أحكامها في حق الأشخاص المتابعين بتهم تتعلق بممارسة الابتزاز والتهديد والتلاعب في عملية الاستفادة من الخدمات الطبية العمومية والاتجار بالردع وحديث الولادة في المستشفيات العمومية بفاس من أمام المحكمة تحدث إلينا قبل قليل مراسل القناة الثانية بفاس أسامة أفقير غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس أصدرت أحكامها في حق المتابعين في هذا الملف البالغ عددهم 34 شخصا والذين توبع في حالة اعتقال احتياطي ما عدا شخص واحد منهم توبع في حالة صراح مؤقت وفق هيئة الدفاع تراوحت مدة الأحكام ما بين ثلاث سنوات حبسا كأقصى عقوبة وشهرين حبسا بالنسبة لثلاثين متهما فيما برأت المحكمة أربعة متهمين من المنسوب إليهم أما الغرامات النافذة تراوحت قيمتها المالية ما بين خمسمائة درهم وخمسة آلاف درهم فيما تم تبرأت جميع المتهمين من جناية الاتجار في البشر المحكم عليهم في هذا الملف منهم طبيبين وممردين ومستخدمين في شاركة للأمن خاص وتقنيين وسائق سيرة إسعاف إضافة إلى عاطلنا عن العمل ونعيش اليوم أجواء الساعات الأخيرة من امتحانات نيل شهادة الباكالوريا في دورة يونيو الباكالوريا هذا الاستحقاق الوطني الذي يجتازه في دورة يونيو قرابة نصف مليون مترشحة ومترشحة في سنة دراسية استثنائية كانت الوزارة الوصية قد أعلنت خلالها عن خطة لإعادة تدبير ما ضاع من الزمن المدرسي الصورة من بني ملال معك عبد سامة طعام نحن بثانوية بن سينة 136 مركز بجهة بني ملال خنفرع على أبوابها أمهات وآباء رافقوا أبنائهم كما دعاموهم طيلة أشهر من التحذير لهذا الاستحقاق الوطني الحمد لله الوليدة المجهود لهم نحن 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 بالمساند اليوم الحمد لله نهار الثاني كان مزيان وخا كان الرياضي كان شوية قصحة شوية كيقولوا الدراري ولكن نحن نسبيا الحمد لله على حسب المستوى ديالكل تلميذ وإحنا تنتمنى وخير إن شاء الله اليوم وطاني واليوم آخر نهار وفرغالي الموات يقولوا هذا جيد الحمد لله الدراري نحن ندعموهم وهم رهم غادين مزيان غادين مزيان صراحة هذا مزيان والله يستر الجامع ونتمنى والتوفيق لكل شيء تدابير تنظيمية وإجراءات لتوفير الأجواء المناسبة هدفها ضمان مبدأ تكافؤ الفرص وتحصين مصداقية شهادة الباكالوريا رهان يروم تحقيقه دفتر المساطر الخاص بالانتحان الطاقم التربوي والإداري للمركز حاول توفير شروط ملائمة لتمر الاختبارات في ظروف تحقق الإنصاف وتكافؤ الفرص وترسخ مبدأ السحقاق وتعطي قيمة نوعية لديبلوم شهادة الباكالوريا كما جاء في تقديم دليل لإجراء يجتاز هذه الدورة بجهة بني ملا الخنفرة حوالي 33 ألف من المترشحين أكثر من نصفهم إناث يستفيد خلالها 30 مترشحين ومترشحة من ذوي الإعاقة من تكيف إجراء الاختبار والتصحيح في الخبر الرياضي للظاهرة أمام منتخب يتذيل المجموعة الأسود تضرب وبقوة وتبسط سيطرتها بسداسية نظيفة في مرمى كونجو برازفيل برسم الجولة الرابعة لإقصائية كأس العالم لسنة 2026 وبهذا الفوز الأسود تتصدر المجموعة الخامسة وبالعلامة الكاملة في رصيد المنتخب الوطني التسانيقات والبقية معك محمد قردا على خط التماس ظهرت إشادة وليد بما قدمه الأسود في مباراة الكونجو سداسية كاملة رفعت منسوب المعنويات وارتقت بالمنتخب الوطني لصدرت المجموعة بلمسة فنية رائعة أزدن أنحي اختتح سداسية المنتخب الوطني في الدقيقة الثامنة ثمان دقائق بعد ذلك المنظم حديث لفارق كريستال بلسانجليزية شادي رياض وقع ثاني أهداف المباراة قبل أن يضيف أيوب الكعبي الهدف الثالث مستغلا تمرير دقيقة لأشرف حكيمية لحظات قبل نهاية الشوط الأول عاد هدف أولمبياكوس اليوناني أيوب الكعبي ليوقع ربيع الأهداف بعد الاسترحة وصل المتوج بجائزة أفضل لاعبين في دور المؤتمر الأوروبي هذا الموسم أيوب الكعبي تألقه بتوقيع الهدف الثالث الشخصي لهو الخامس للمتخب الوطنية فيما اختتم سوفيان رحم سود داسية الأسود مباشرة بعد دخوله وفي أول لمسة فوز عزز به المنتخب الوطني صدرته للمجموعة الخامسة برصيد تسع نقاط متقدما بفارق ثلاث نقاط عن منتخب طنزانيا صاحب المركز الثانية فيما بات يتذيل منتخب كونغو برازافيل ترتيب المجموعة دون رصيد وفي الختام نذكر من بين أبرز ما جاء في نشرة الذهيرة عمر هلال أمام اللجنة الرابعة والعشرين التابعة للأمم المتحدة بنيويورك يقول الجزائر ترف الرئيس في النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية وعليها أن تقر بإخفاق مشروعها الانفصال في الصحراء المغربية قمة البحر الميت تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات إلى الغزيين وأنتوني بلينكين توجه على عجل إلى العاصمة القطرية الدوحة بعد رد حماس على المقترح الأمريكي بشأن الهدنة مليون ونصف المليون حاج قدموا إلى العربية السعودية لأداء مناسك الحج هذا العام روبرتاج الظاهرة رسد الأجواء بين الحجاج المغاربة في مكة المكرمة واستضفنا في الظاهرة سفير خادم الحرمين الشريفين بالمغرب الدكتور سامي بن عبدالله الصالح قضية رد عفاس استئنافية فاس أصدرت الأحكام في الساعات الأولى من صباح اليوم في حق المتابعين في هذا المرس بهذا نكون قد وصلنا إلى ختم نشرة الظاهرة الموعد الإخباري القادم المازيغي أنفس واغ الليلة مع إحسان بن بل والمسائية مع الزكريا إيتي عبد المجيد إلى الغد إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر